بعد غياب ستة أشهر عن مقاعد الدراسة عادت الحياة إلى المدارس في عموم أنحاء المملكة الأردنية ومنها مدارس غوث وتشغيل لاجئي فلسطين والشرق الأدنى الأونروا 115 ألف طالب يتوزعون على 169 مدرسة استقبلوا العام الدراسي الجديد بشكل غير اعتيادي مع انتشار وباء فيروس كورونا نحن نشهد اليوم الجمع ما بين العودة للمدارس والتعليم عن بعد ولكن الشيء الأهم أن الطلبة عادوا إلى مقاعد الدراسة ونحن نضع كل جهدنا في إطلاق نداء استغاثة للمجتمع الدولي بقيمة 95 مليون دولار إضافية لدعم جهودنا في الاستجابة لفيروس كورونا وزعت الكتب وانتظم الطلبة في صفوف الدراسة على مرحلتين لضمان تحقيق شرط التباعد الجسدي ووزعت المعاقمات في كل أنحاء المدرسة التزاما بشروط لجنة الأوبئة تعددت الصور والمضمون واحد طلبة على مقاعد الدراسة وسط إجراءات صحية مشددة فمن مدارس الأونروا إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث عملت الوزارة على التشديد في تطبيق الإجراءات لضمان سلامة الطلبة والحفاظ عليهم بتحقيق شرط العودة إلى المدارس من خلال التعليم المدمج وذلك بتناوب الطلبة على مقاعد الدراسة كما تعلمين كان هناك أربعة سيناريوهات ضمن خارطة طريق العودة الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المناطق المفتوحة إن كان يتوفر واحد متر لكل طالب داخل الغرفة الصفية فالعودة طبيعية والدوام يومي وزمن الحصة أربعين دقيقة في حين أن المدارس التي كانت تعاني من اقتضاد تم تطبيق نظام الدوام بالتناوب بتقسيم الطلبة الصف الواحد أو الشعب الواحدة إلى مجموعتين بحيث يكون الدوام بالتناوب يوم للمجموعة ألف ويوم للمجموعة باب معدل ثلاثة في اثنين في الأسبوع قياس درجة الحرارة للطلبة عند دخولهم إلى المدرسة والتأكيد على التباعد الجسدي وتوضيح آلية التعقيم شروط وضعتها وزارتها الصحة والتربية والتعليم للمحافظة على سلامة الطلبة بينما أعلنت الوزارة عن تعطيل المدارس التي تقع ضمن اللواء أو الحي الذي يتم عزله دام الكردي قناة الغد عمان